من ساعة قليلة اعلن الاعلام المصري خبر مهم جدا للشعب جدا ان الحمد لله قواتنا المسلحة المصرية وشرطتنا الباسلة نجحوا في القبض على المأزون اللي طالب المواطنين اللي عايزين يتجاوزوا انهم يسرعوا في الجواز اذا كانوا خلصوا كل الاجراءات قبل القوانين الجديدة الحمد لله البلاد النهاردة تخلصت من شر مستطير جيش وزباطه بص 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 الغدانفر بص الغدانفر بص البتاع رايحين يقبودوا عمل ايه المجرم ده وخلت القوات المصرية الباسلة بكافة اطيافها تتحرك قال للناس تتجاوزوا بسرعة تخيلوا الاجرام مجرم مجرم الحمد لله البلد بتتخلص من المجرمين والاحمال اللي على اكتفها الاخوة اللي حاجزين لدى المكتب عقد خلال شهر يناير نصيحة عجلوا بالعقد ان استطعتم واجعلوا الفرح في اي وقت تحبون لان القانون الجديد سيزر خلال ايام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ونسأل الله تعالى عن يؤثر الزواج لكل المسلمين لكل شباب المسلمين دي الجريمة الشنعاء اللي خلت البلد تتحرك باقصى سرعة باقصى سرعة الراجل قال نفس الكلام اللي قاله السيسي هيبقى في قانون والناس هتدفع اللي حاجزين معايا في يناير تعالوا دلوقتي ايه الجريمة راحوا ابضوا عليه فجأة راحوا ابضوا عليه كوميديا سوداء في هذه البلد اعلنوا في البداية انهم اوقفوه عن العمل في البداية ده كان اعلان الاقاف وبعد كده قالك ابضوا عليه بسبب اتجوزوا بسرعة شباب وقف مقدون شرعي عن العمل واحالة مساعده للنياب وبعد كده قالك لا ابضنا عليه هو والمساعد بتاعه والمساعد بتاعه طلع مقدون مزيف واي قصة حلمانتشية كده ما تفهمش ايه علاقة المساعد بالمقدون واي كلام اي حاجتين مع بعض يبقوا في سندوتش وصحبوا منه الدفتر اي هنبكة اي هنبكة دولة ما فيهاش اي قانون تفاصيل القبضة على مقدون توست الفيسبوك ومساعده بقولك السيرك اللي هتشوفه فيه جريمة باشعة جدا تجري في حق البلاد قررت محكمة اسرة وايقافه لا قانون ولا اي حاجة خلي بالك هو يقدر يقبض عليه في الظلم هو بيقبض ده بقولك الفناكيش لازم فناكيش بعد رجلين الجراد بقت دلوقتي بعد رجلين الفراخ بقت الجراد الواحد من كتر الاكلات الجديدة الجميلة اللي دخلت بقى تخش ببعضيه الراجل كل اللي قاله للناس اسرعوا بالزواج وان فيه قانون جديد وده اللي قاله السيسي ما جابش حاجة من عنده ولا مسا الام القوم بتاع البلد ما اشهده رائي لا قانون ولا اي حاجة عصابة شوف تعطف الشعب مع صفوان ثابت الشعب ده ما بيتعطفش مع رجال الاعمال اللي معاهم مليارات بلدنا وعارفين الناس ما بتتعطفش مع الناس دي ما فيش اي تعطف معاه يعني لما بيحدث تعطف بيكون فيما ندر فيما ندر اللي حصل مع الراجل بتاع توشيب العربي الله يرحمه ده مشهد نادر جد شعب ما بتعطفش مع الناس اللي عاملين مليارات دول تعطف مع صفوان ثابت كبير جدا وعيلته تعطف مع عيلة فريد خميس بنته البنتين اللي عملوا الحركة يؤكد للقاسي والداني يؤكد للجميع ان الشعب على يقين ان اللي بيحكم عصابة وبيقفوا ويتضمنوا مع اي حد يحاول يهرب بجلده او بروحه او بفلوسه او بماله من تلك العصابة عصابة ايه الارهاب ده واقفين جد بالمقزول وبيتصوروا ليه لقطات حبيبي لقطات بتقبضوا على المقزول اللي بيقول نفس الكلام اللي قاله المجرم نصح الناس بس انهم يسرعوا في الزواج وسايبين المجرم اللي بيدمر البلد اسمع واحد من الشباب الناس هتعمل ايه في بلدي الله الواحد ما عارف اطلع عيني ليل ونهار في قلب الشغلة عشان خاطر مرتب صغير في قلب البلدية انت ما تعرفش احنا بنتجوز ازاي بنبقى علينا ديون بعد الجواز بنخش في جمعيات وبنستلب من ده وبنستلب من ده عشان خاطر نتجوز ونلم دنيتنا عشان خاطر ما نبصش للحرام حس بي الله ونعم الوكيل فيك ولك مبلغ صغير واللي يقدر على الجواز يقدر يدفع ده ايه كل نهب في نهب حزبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد ده احنا طلعين عينينا كل شاب وكل واحد فينا طلعان عينينا عشان خاطر ياخد واحدة بالحلال انتو كده بتخلي الواحد ياخد واحدة بالحرام مش هتاني يقولك احنا عايشين فين فجأة فجأة بقولك سرك عجيب منصوب قالك الانتاج الحربي انتاج الحربي بص اي عار بترزح تحته تلك البلاد انتاج الحربي خدت حق انتفاع خمسة وعشرين سنة لجنينة الحيوانات والارمان اللي هو مفيش اي حاجة كده فجأة يجي لك خرصة سكتة انتاج حربي ايه اللي بياخد ايه علاقة الانتاج الحربي ايه قصته الانتاج الحربي ده ايه الانتاج الحربي بتاع الجيش بالحيوانات انتاج حربي من اسمه بينتج سواريخ طائرات حربية اسلحة اه هو بينتج احيانا حيلة لوحاجات لكن ايه علاقة انتاج الحربي بالحيوانات وجمينت الحيوانات انقامت بنسأل اسئلة دي يا زبلاء وفي البلد دي اه بسيبك من كده فيه منقصة عملت على فكرة انا ممكن يكون عندي شركة تدير حديقة الحيوان بشكل اروع من الانتاج الحربي انا ممكن يكون عندي شركة ده اللي هو ايه بني اهدم يعني في مصر ممكن يكون عندي شركة تقدر توفر وتعمل اداء رائع وتدخل دخل اكتر من اللي هدخله انتاج الحربي فين اي حاجة لا هو ادنها انتاج الحربي اللعبة عادية بتاعت ماما في التكية اللي بنوزع منها قالك حديقة حيوانات مفتوحة وتليفريك هيربط بين القرمان وجنينة الحيوانات ربط حديقة الحيوان حبر تليفريك هو اي حاجة تحاول تمسك نفسك الحقيقة تليفريك ايه اللي في جنينة الحيوانات هو ايه الميكانيزم بتاعت تليفريك تليفريك اللي يعرف اي عائل في تالتة ابتداء ايه ينتقل التليفريك با بين جبل عالي هضبة عالية مرتفعات ومنخفض يطلع الناس وينزلهم يمتد بين سياج حديدي الناس بتطلع به بين هنا وبين هنا ازاي الناس بتطلع به جبال وبتطلع به مرتفعات ده تليفريك في كل حتة انما انت على حسب تقول ليه الانتاج الحربي ولا قد قد بيحسب انه فين المناقصة ولا فين العطا ولا فين فين اي حاجة فين الجبال اللي في حديقة الحيوانات ولا الارمان لا هنعمل جبال ان شاء الله مشان نعمل التليفريك اللي هو اي بزراميت اللي هو اي بزراميت طب حضرتك عايز الانتاج الحربي عنده رغبة شهوانية انه يعمل جنين تحيوانات في البزنز ده هي موته ومتعملوا جنين تحيوانات جديدة متعملوا جنين تحيوانات جديدة في مناطق واسعة وقصة ورواية واسيبوا الجنينة دي اعرضوها لمناطقصة والناس تحسنها القطاع الخازي حسنها انتاج الحربي يعني شيء شيء رهيب طبعا نهيك عن التذكرة بقى انسى انسى زي كل حاجة بتتخصص للاغنية استولى على حضائق الشعب اللي هي المفروض تبقى مجانية عشان تبقى بتاعت الاغنية كل حاجة بيتم الاستيلاء عليها بقولك الشعب على يقيني ان في عصابة عصابة مجرمة الحكاية مش حكاية حديقة الحيوان ولا جنينته الأرمان بس حكاية كل حاجة بيتم الاستيلاء عليها اسمع الست دي اللي الجيش خد الحضانة اللي هي بتملكها خامت الرئيس عبدالفتها السيسي بستعيز بحضرتك يا رئيس بستعيز بحضرتك للمرة التانية انا سميح الهواري صاحبة حضانة للاطفال على كورنيش النية يا رئيس انا بقول لحضرتك انا ما عملتش حاجة غلط انا احترمت القانون زي ما بيقيل ان انا بكسر هبت الدولة او ان انا ما بسلمش الارض لجهز مشروعات اراضي الكوات المسلحة يا رئيس الارض ملكية خاصة بموجب عقد مسجل وخرائط مسيحية مطبقة وموقع يقع داخل العقد المسجل انا ده مش رأيي ده مش رأيي ده رأيي هيئات الدولة كلها فيش اي حاجة عندكش اي حاجة ما عندكش غير السماء ترفع ايديك للسماء لا قانون ولا نيابة ولا صحافة ولا اي حاجة شيء كارثي بجملة الكوانس